في اليوم الخامس عشر بعد المئة من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثرغارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل بحي الرمال تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26 ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين شهيدا وخمسة وستين ألفا وسبعة وثمانين مصابا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع عشرة مجزرة في القطاع راح ضحيتها مائتان وخمسة عشر شهيدا وثلاثمائة مصاب خلال أربع وعشرين ساعة ترجمة نانسي قنقر